من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال الحديث عنه أكثر نتعرف على الأعراض وطرق العلاج مع الدكتور رامز الخياط ضيفنا الآن داخل الستوديو وإخصائي جراحة أنف وأذن واحد جراء أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أختنا ويسعد صباح جميع المشاهدين يسعد صباحك الله يسلمك تسلم يعني لو بدنا نحكي بالبداية بشكل عام عن التهاب الأذن الوسطى ما هو؟ كمان مرة يسعد صباحكم ويعطيكم العافية وشكرا لوجودي معكم بتشرف دايما فيكم أولا هو تجويف الأذن الوسطى هذا تجويف موجود ما بين الأذن الخارجية اللي هي القناة الخارجية تبعة الأذن وما بين الأذن الداخلية هاي عبارة عن ببساطة هي غرفة مغلقة وبيحدها من بره الطبلة وبيكون في إلها قناة توصلها بمنطقة خلف الأنف اللي هي البلعوم الأنفي هاي القناة اسمها قناة توستاكيوس وهاي القناة هي المسؤولة عن معادلة الضغط وخلينا نقول تصريف الإفرازات اللي بتكون موجودة داخل الأذن الوسطى نعم هلأ لما أنا بلشت وقلت إنه يمكن الأطفال أكثر عرضة للمرض شو السبب؟ في كذا شغلة في عوامل متعلقة بكل جسمهم هم الأطفال منعتهم ضعيفة ما بيقدروا يشكوا ما بيعرفوا ينضفوا أنفهم بشكل بشكل زي ما نعمل إحنا الكبار بس الشغلة الرئيسية هي موضوع أنه هم قناة توستاكيوس هاي اللي حكينا عليها اللي بتهوي الأذن الوسطى عند الأطفال أولا هي أعرض وأقصر فبالتالي وصول الالتهابات الموجودة في الأنف ومنطقة خلف الأنف لا تجويف الأذن الوسطى بيكون أسهل زائد القناة هاي نفسها جاي بشكل أفقي أكثر ما هي بشكل عمودي فبالتالي هي دخول المايكروبات والجراثيم الموجودة في الفم وفي التجويف خلف الأنف بيكون أسهل للوصول لتجويف الأذن الوسطى بلتالي هم مش بس أكثر عرضة يمكن أكثر حدية المرض بيكون صح بالضبط يعني هما عادة بتكرر عنهم الالتهاب كتير وعادة كمان لما بيجي بيجي بشكل شديد لأنه هما بيكونوا الطفل ما بيقدر يشكي الام بتلاقي ابنها بشد إدنه وطلوقت بشد إدنه ولكن الموضوع زاد عن حده في فترة الرجوحات في فترة الإنفلونزا في فترة خلينا أقول بعد الأحيان موضوع التسنين لأنه مرتبط بأنه المناعة بتبدأ تلخبط عند الأطفال هدول آها طب يعني ها كمان بيجي السؤال لأعراض المرض عند الأطفال خاصة أنه بعمر الأشهر ببداية يعني طفولة بيكون يعني صعب أنه يفسر أو أنك تعرف أنت شو السبب بيخلي الطفل يبكي فإحنا هون بدنا نراقب أو نكون مدركين تماما لأعراض التهاب الأذن الوسطى تمام هما الموضوع فعلا زي ما تفضلت عند الأطفال بيجي الطفل هو جاهز زي ما أقول الطفل بيجي التهابات شديدة ومرات بيجينا الطفل حتى الالتهاب وصل لمضاعفات لأنه ما كانوا صحيحا أنه الطفل ما له إشي ولكن عادة من لو كنلاقي الطفل بيشد إدنه أو بيشد إدنه بشكل مبالغ فيه لأنه معظم الأطفال في فترة تسنين بيكون فيه ألم في أذنهم فتلاقيه بيشد في إدنه هاي شغلة ممكن تلاقي الطفل مش مرتاح وبخبط راسه يمين وشمال وبلف راسه في عدة اتجاهات ممكن تلاقي فيه سخونة ممكن تلاقي الطفل بيراجع ومعظم الأحيان لازم يكون فيه رشح أو حساسية في الأنف أو سيلان أنفي لأنه هذا مؤشر أنه الأذن عادة هو السبب لحدوث هذا الالتهاب عنده ارتفاع درجات الحرارة ممكن طبعا ولكن في البداية لأنه التهاب فيروسي الحرارة بتكون لوجريد يعني حرارة بسيطة معدل 38 38 ونص تقريبا نعم طيب أول خطوة أكيد رح نزور الطبيب لحتى يشخص حالة الطفل الطبيب بيدوره إيش بيعمل بهاي الحل هلأ في البداية التشخيص في الأطفال شوي صعب لأنه أولا صعب أنه تخلي الطفل يقعد عشان ما يتحرك عشان تشوفي أنه طبلة أذنه بوضوح هاي نقطة نقطة التانية معظم الأحيان المرضى أو أهل المرضى بيتوجهوا لدكتور الأطفال وبيشوف المريض فبيشك فعادة هو بيحول دكتور أنفوذن حنجرة أو بيبدأ بالعلاج هو هلأ بداية في عدة فحوصات بنعملها لازم نفحص الآن نتأكد من وجود الرشح نفحص اللوزتين والحل وبنشوف الأذن ممكن نلاقي صديد موجود في قناة الأذن هذا ممكن يكون مؤشر أنه طبلة الأذن صار فيها ثقوب لا سمح الله هلأ بداية المراجعة العلمية بتنص أنه المريض لازم نصبر عليه قبل ما نبدأ له المضاد الحيوي ليه لأنه ممكن في معظم الأحيان المفروض أنه فيروسي ما إله علاج مضاد الحيوي ما إله دور فيه ولكن في معظم الأحيان اللي بنشوفه عمليا بيجينا الطفل في مرحلة خلص إله رايح أن دكتور أطفال وماخد مضاد حيوي ورايح أن دكتور تاني برضو معطيد أدوية وماخد مضادات لإحتقان الأنف وما في تحسن عنده فبالتالي نضطر أنه نبدأ في العلاج تبع الأدوية والدواء مش هيكون بس مضاد حيوي لازم يكون مع أشياء أخرى عشان نبدأ أن قاتل بكتيريا هاي الموجود في الأدوان الوسطى الطريقة تبعي تعطاء الأدوية لازم على الأقل تمشي لعشر تيام أو أربعة عشر يوم في اختلاف عليها وفي بعض المرضى بتقلب التهابات مزمنة بتصير ارتشاحات لسواء الخلف الطبلة بس بتوقع تدريجي بتكون فترة العلاج أو أخت الدواء أنه يعني ننتظر شوي في البداية إذا كان الموضوع واضح أنه في مرحلة مبكرة بنصبر نعطي بس مضادات للاحتقان وخوافة حرارة وبخاخات للأنف ومن ثم نلجأ للمضاد الحيوي بس زي ما قلت لحضرتك معظم الأحيان بيجي المريض ماخد كل شي فأنت بدك تبدأ دوري على مضاد حيوي مناسب للالتهاب هذا أو أقوى أو بطريقة يشتغل على الالتهابات هاي بطريقة فعالة قبل ما يصير لا سمح الله مضاعفات من الالتهاب وقبل ما يصير لا سمح الله ثقوب في الطب طب هاي المضاعفات أش ممكن تكون فيه أشياء كتير ولكن اللي بنشوفها يعني خلي أقول أولا ثقوب الطب اللي بنشوفه كتير يعني بيجينا كتير أطفال جاي على طول بقولوا لكن الولد إذنه وجعته أو الطفل إذنه وجعته ولكن هذا يعتبر على الأقل ولد عنده الالتهاب هذا إله يومين ثلاثة أربعة حسب أدى الشدة للالتهاب المضاعفات الثانية ممكن لسمح الله يصير ارتشاح للالتهاب أو الالتهاب بسرح على منطقة النتوء الحلمي هاي العظم اللي خلف الأذن هاي العظم لما تلتهب يحتاج المريض لها دخول للمستشفى عشان ينعطى مضادات حيوية بقوة في الوريد عشان نقدر نسيطر على شدة الالتهاب هذا مرات بتكون الالتهابات لا سمح الله بتصرح برضو على تجويف الدماغ بتعمل التهاب زي التهاب السحية هاي الأمور كلها ممكن على المدى البعيد إنها تأثر على سلامة الأذن والسمع طبعا هاي الالتهابات هاي أولا في الأهل بيخاف وبيقولك خلص الولد بطل يسمع لأنه من بعض العراض إنه المريض بطل يسمع سماعه بضعف فيه فالأهل بخافوا إنه هذا صار ضعف دائم عنده ولكن الارتشاح خلف صبلة الأذن بشبهها للناس إنه زي اللي بنزل على الغور إنه بتنضغط فنفس الشعور بيصير عند الطفل ومن ثم بعد ما نبدأ العلاج وتبدأ الالتهابات هاي تخف بيبدأ السماع يرجع بشكل أفضل إن شاء الله ولكن في بعض الأحيان السموم الموجودة أو البكتيريا الموجودة ممكن تؤدي لحدوث في حالات نادرة مش حالات كثيرة عشان ما نقلق الناس تكرار الالتهاب هذا بيؤدي لتسمم في العصب السماعي اللي هو بيكون دائم هذا ولكن هاي حالات نادرة ما بنقدر نقول إنه هي حالات كثير موجودة أو مكتير من نشوفها ولكن معظم التهابات للأذن الوسطى يتم علاجها بالأدوية بشكل مناسب وبتنحل أمورها بشكل كويس طيب طرق الوقاية من البداية دكتور راميس لحتى نتجنب تعرض لالتهاب الأذن الوسطى وأيضا نتعرض الإصابة في تاني مرة لأنه حكاية أنه خطر أنه يتكرر تمام هلا أولا الوقاية علاج التهابات المجارة التنفسية العليا بشكل مناسب يعني في الأطفال اللي عندهم رشوحات متكرر ويصاحبها التهابات في الأذن الوسطى لازم أهلهم يتوجهوا فيهم للطبيب بأول ما يرشحوا عشان نلحق العلاج من أوله عشان ما نوصل للمشكلة لما تتفاقم ونضطر لأنه تصير ارتشاح لسوائل خلف الطبلة ارتشاح سوائل بالدعملية جراحية لاستقصال اللحمية لخلف الأنف وسحب السوائل وتركيب التيوبس في الطبلة أو أنا بيبتهوية للطبلة هاي في البداية فلازم الرشح يلحق أولا بأول من الأشياء اللي بتساعد في وجود الالتهابات هاي شغلتين شغلة التدخين السلبي للأطفال اللي هو طفل تلاقي أهله بدخنه في البيت دخان هذا بدع في المناعة وبيزود الحساسية الموجودة في الأنف وبيزود إغلاق قناة ستاكيوس يعني بإذنة كمان مع هاي الشغلات الشغلة التانية طريقة الرضاعة عند الأطفال الرضاعة الطبيعية لازم نعرف فيها جساب مضادة بتساعد الأطفال عشان يكونوا المناعة تبعتهم أفضل بالضبط وشغلة تانية طريقة الرضاعة بعض الأطفال برضعهم نايمين تماما لما ينام الطفل قناة ستاكيوس اللي زي ما حرجتك سألتي بداية الحلقة هي قناة بتكون بشكل أفقي أكثر ما هي بشكل عمودي فبيسهل على الحليب وهو بيشرب الطفل أنه يبدأ يرجع في داخل الأضان وسطة وبيؤدي له الحدوث للمشاكل هاي النقطة يعني دقيقة جدا المعلومة بتشكرك عليها وعلى جميع المعلومات اللي نوهت لإلها ما بعرف إذا بتحب تضيف أي شيء بالنهاية أنت شملت الموضوع ما شاء الله تحياتنا لإلك وفرصة كما نسألك بالآخر عن شرب اليانسون إذا بفيدنا بهاي الفترة من موسم الشتاء هلأ شوف الأعشاب يعني إحنا درسنا في كليات طب الأشياء الطبيعية يعني مش ملمين فيها كتير لا شك الأشياء طبيعية لها دورها الفعال ولكن ما بقدر أجزم هلأ يعني إذا ما فاد ما بضر أكيد كل الشكر لأك